بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاق الرياض وعلى بعد نحو شهر من إعلان الإمارات انسحابها العسكرية من اليمن أوقفت نقطة أمنية موقبا عسكريا إماراتيا على مدخل عتق عاصمة محافظة شبوة بحوزته أسلحة غير مرخصة وفقا لمصدر عسكري فإن الموقب العسكري الإماراتي كان قادما من ميناء بلحاف متجها إلى معسكر العالم التابع للنخبة الشبوانية المدعوم إماراتيا أوضح المصدر لقناة بلقيس أن التحالف كان قد طلب السماح بمرور الموقب الإماراتي الذي يحمل أسلحة خفيفة لزوم الحماية إلا أن رجال الأمن عند التفتيش اكتشفوا أن الموقب كان يحمل كمية سلاح غير مرخصة كان يريد تمرير أسلحة وذخائر وصواريخ حرارية وقناصات وإيصالها لأتباعهم في معسكر النخبة التابع للمجلس الانتقالي ثمت أسئلة أثارها الحادث تتصل بنوايا أبو ضبي تجاه اتفاق الرياض وطبيعة تواجدها في الموانئ والمنشآت الحيوية وكيف يمكن قراءة هذا الفعل من الإماراتيين الذين يفترض أنهم من رعاة الاتفاق وضامنه مراقبون اعتبروا ما جرى فضيحة تؤكد رغبة أبو ضبي عن سبق إصرار في إثراغ اتفاق الرياض من مضمونه وفي سياق تعزيز الفوضى في النسيج اليمني سياسيا وعسكريا الأمر الذي يستدعي موقفا سعوديا باعتبارها الراعي الأول لاتفاق التسوية ولا بد من إثبات جديتها في معالجة أسباب السراع